موسيقى ليساعد مساكم مشاهدينا وأهلا وسهلا فيكم بحل أجهد من بها رونارد تأخرنا عليكم شوي بس ولا يهمكم كل وصفاتنا رح يكونوا معاكم بالتكة وزي ما بدكم الضبط ورح ندردش ونحكي مع بعض كمان بحلقة اليوم بدي أذكركم ان احنا معاكم لايف عبر شاشة عمان تي في أكيد مثل العادة وصفاتنا على الفيسبوك عمان تي في كتشن و عمان تي في أوفشت و كمان عبر رادي وفهم تقدروا تسمعونا إذا كنتوا بالطريقة أو بالسيارة نحن بلش بوصفاتنا على السريع عشان نلحق نقرقر ونعمل وصفات مليون ملي لأ اليوم فش قرقرها ما في قرقر حتى نحن اليوم متأخرين كتير على البرنامج بس يعني عادي هذا التأخير كان لأ أنا متأخرين بالوصفات شوي وتأخرت لو صلت وناء وست دينا كمان تأخرت الوصفات آه كلنا تأخرنا اليوم آه طب انتي لست حطيها فيي ما بتقدري ما بتقدر ما تحطيها لازم كشفتها طيب اليوم راح نعمل إشياء بالبازيلا هيك أفكارها خفيفة لطيفة جميلة راح نعمل أوزي ولكن أوزي اليوم راح نعملها سريعة بربع ساعة راح نسختم فيها إججاج المفلوم أكيد بين العز راح نعمل أوزي برغل صيامية ما أحلى لانتوا هلا أنتوا السنة تقريبا نعيدكم مع عيدنا صح مزبوط وانتوا صيام صيام مليون بالمئة راح نعملها أوزي صيامية عشان تدعولي شوي أنو عم نعملكم برضو أفكار لطيفة خفيفة ورح نعمل سلطة البازيلا بالزبادي وآخر إشي راح نعمل حلا كرامل لأ مش حلا كرامل حلا كستر من الكرامل سريع يا سلام وصفتنا سريعة طيب خلينا نبلش عشان أنا مستحيل انه تمرو الحلقة بدون ما أقرقر فأنتي بلش يضلك اشتغلي وأنا بقرقر طيب بعد نروح للوصفتين على سريع عشان نختصر وقت باللي صاع بلصار معانا خلينا ناخد وصفتين مع بعض اللي هن البرغل والأوزي والأوزي للأوزي السريع بالدجاج المفروم راح نحتاج 500 جرام دجاج مفروم من العز بصلة مفرومة معلقة كبيرة توم مهروس 500 جرام بازيلا وجزر معلقة كبيرة ملح الكسيح معلقة كبيرة بهارات مشكلة معلقة كبيرة فلفل أسود ونص معلقة كبيرة إرفة كمان راح نحتاج معلقة صغيرة كوركم معلقة كبيرة بديل المرأ ولوز للتزيين أما لأوزي البرغل النباتية ونص معلقة كبيرة كوركم مكعبين مرأة خضار ونص معلقة كبيرة كوركم أنا هيك بكون خلاص اللي علي حكيت عن حلقتين فأنا أنت كملي وصفاتك وأنا طالع طيب نروح على أول وصفة سريعا جدا راح يبصوا اللي بيحضرونا أول مرة في حياتي يفوت على الوصفات على طول فتنا دغرية طيب خلينا نحكي عن أول إشي لأوزي البرغل الصيامية فكرتها كتير حلوة كتير سهلة وبتقدروا تعملوها بدون جاج بدون لحمة إذا كنتوا بدكم إياها الصيامية إذا كنتوا بدكم إياها عادية حطوا جاج لحمة اللي بدكم إياها بالبداية حطيت زيت شعبان أكيد دبلنا معاهم بصلي مبشورة وحطينا معاهم ثوم مهروس قلبتهم مع بعض مع الزيت عشان إحنا مش حطين اليوم لا لحمة ولا جاج فبدنا لكية البهارات تكون واضحة وقوية راح أحط ملح عندي هون الملح من الكسيح راح أضيف معا فلفل أسود اللي هي بهارات الأوزي اللي متعودين عليها بقدروا يجيبوها جاهزة وبيقدروا يخلطوا زي ما إحنا نعمع وشوي من القرفة حلو ورح أحط بديل المرأة اللي هاي هاي مرأة اللي هو خضروات مرأة الخضروات مكعب من مرأة الخضروات في منه بودر في منه عادي بيجيبوه منه عند العطار أو بتشتروه عادي من أي سوبر ماركة حلو هيك عشان إحنا نكون اتجاوزنا مرحلة نستخدم جاج مليون بالمين بعد هيك هاخد البازيلا والجزار أنا جايبي عادي هلأ موسم البازيلا هلأ البازيلا موجودة بكثرة غير إنه هي رخيصة بنار ونص الكيلو في ناس بتحب تفرزها وفي ناس بتجيب لفروزن رح نحن نحكي عنها أحسن طريقة للتفريز كمان خلال الحلقة حلو حطيت بصل زي ما قلنا توم مع الزيت وحطينا عليهم الابهارات اللي أنتوا بتحبوها حطينا معها مكعبين من مرأة الخضروات تمام تمام وقلبتهم مع بعض حلو أنا رح أطبخهم كلياتهم مع بعض بعكس هاي هاي رح نعمل ها طبقات حلو تمام تمام فبس إنه رح تترك الخضار قبل شوي بدهم وقات طبعا لما بيستووا لما بيستووا للآخر هلأ طبعا بيستووا هلأ شوفي البازيلا يا رب تفتحها علي لما تكون دينا يا رب لما تكون البازيلا والجزر فروزن تشير من السوبر ماركت بالعادي هوني أصلا مسلوقين نص سلقة حلو فهوني ما بيأخذوا معاكي وقيت ليستوى أبدا نحاولوا تستخدموا أنواع مصرية لأنه البازيلا المصرية بتجنن حلو تمام تمام بس بتقلبيهم عشر دقايق خمس دقايق مش أكتر من هيك تكون أمورهم رائعة ممتاز يعني هيك بس حطينا إحنا البهارات مع الخضار الليناهم مع بعض عشان نشوف المرحلة الثانية بس لاني حطيت كمية منيحة بدي أزيد شوي البهارات أوكي حلو طيب وبالنسبة للطنجرة الثانية قبل ما نروح على الطنجرة الثانية ستة العزيزة عشان نتركهم على الغاز يستووا ونروح نعمل بعديها الحلو لأنه هدول وصفات أصلا كتير سهلية بحب إنو الوصفات اللي عم بعملكم هيها هاي الفترة كتير سهلة وكتير سريعة ما بتاخد وقت حلو هاي رح نعملها بالبرغل حكينا إذا البازيلا والجزر كانوا فروزين ما رح ياخدوا معاي وقت كتير بياخدوا تقريبا خمس داعي بيكونوا جاهزين حلو تمام إذا كانوا أنا بدي أستويهم البازيلا اللي فريش بتاخد وقت أطول بالسوا فتكون تتركوهم على النار مع شوية مي لحتى يستووا هلأ بدي أحط البرغل وعندي هون البرغل الخشن أنا فقط غاسلته ما بنا قعي البرغل؟ أبدا لا دينا بدك تركزي معي أنا مركزي مركزي بس لك تسأل يعني كتير في صبايا زي على مدار الوقت يعني ركزي معي كتير في صبايا زي معنم هاي المعلومات الثمينة طب احكي لي إيش موضوعنا ستة موضوعنا والله كنا متناقش فيه قبل الهواء فاقترحوا علي علي يعني اليوم بصمت علي موجودة على الهواء معنا قدام الشاشة كنا عم نسأل إنه دائماً أنت دائماً بالعيلة في طرفين خلينا نقول طرف عائلة الأم وعائلة الأب صحيح فإحنا كأبناء مثلاً دائماً لمن من نكون أقرب للخالات والإخوال ولا للعمام والعمات ولا لحد أقال للخلات أكيد للخلات للخلات صح بس ليه؟ إنتي لمن أقرب؟ أنا والله عن جد أكون صريحة مش حكية قدام الشاشة أنا قريبة من العلتين أوكي يعني فعلياً علاقتنا قريبة كتير سواء من كانت عائلة بابا أو عائلة ماما بس أنا بحكم إنه خالاتي أولادهم من جيلي فإحنا كتير قرب من بعض صح أنتي وبنات خالاتك دائماً مع بعض وزواجكم مع بعض صح صح دائماً تحكي قدامنا لأنه نفس الجيل ونفس الهاد فأنا قرب يعني شوي جهات عماتي أولاً أغلبهم عايشين بأمريكا ثانياً اللي هون مش مش من عمري يعني ما في حدا من عمري كتير أوكي فبحكم هاي الشغلة أنا قريبة من خالاتي كتير ولكن أنا يعني عندنا تقارب بالعليل الحمد لله من الطرفين حلو طيب هلا أنا عندي البازيلا والجزر هون مع البرغل صاروا جاهزين رائعين ما رح ياخدوا معنا وقيت حطيت ميل لأنه إحنا عملناها صيامية وعشان نعطيها نكهة نزيزة حطينا مرأ الخضروات فيها يا جماعة أو بودرة الخضروات بتعطي طعم كتير طيب حلو إضافة للبهرات اللي أنتو بتحبوها والبرغل أصلاً بالعادي بيحتشش لحوم فعشان هيك طعمها بالبرغل كتير أطيب غطيت عليها مي مغلية ولكن ديروا بالكم أنه المي ما تزيد عن البرغل بس عوجه البرغل فقط هلا الوصفة الثانية اللي بدي أخلصها أنا حطيت هنا فيها جاج مفروم هالمرة بدل اللحمة عشان نقتصد شوي بالوصفة وعشان تكون سريعة وسهلة وبسيطة حلو الجاج المفروم أكيد جيبته من العز بتجيبوه من أي فرع من فروح والموجودين حول المملكة أو عن طريق الابليكيشن الخاص فيهم هذا الفكرة فيه الجاج أنه بستوي خلال خمس دقائية سبقائية لكون جاهز تحطيه بأي وصفة بيكيشن محلى سريع أنا ولا إشي بس حطيت الجاج يا علي وحطيت عليه البصل عشان هلأ بعد ما استوي عندي الجاج تماماً وحطيت التوم وبعد الفاصل رح أحط البازيل لوجه زر فقط يا الله تمام إذا نطلع فاصل سريع أنا سأكمل وصفاتنا مدام إحنا ما معانا كتير وقات يعني ما في وقت إلي أحكي خلينا نرجع الوصفات الضغري عشان عنا كمان فاصل سريع رح يكون بعيد مليون بالمئة طيب إحنا حطينا البرغل على النار أوزي البرغل النباتية أو الإسلامية اللي هي عبارة عن بصل توم وحطينا البهارات وحطينا مرأ الخضروات وحطينا معاهم أكيد ملح وففل الأسوأ زي ما قلت لكم والبازيلة والجزر وقلبناهم مع بعض حلو يستوي البازيلة والجزر أمورهم تمام بدنا إياهم ثلاثة ربع سواء قبل ما نحط البرغل برغل عنا خشن كان مش منقوع مخصول عفوا بس قلبتهم مع بعض بعدين حطينا مي وتركناهم على النار حلو رح يأخذ مش أكثر من عشر دقائية اتناشر دقية البرغل ما بيأخذ وقت بالسواء بكتير وخمستاشر دقية تمام لاني هنا دائما بحطوا على حرارة عالية بعدين بالاخر بحطوا على حرارة واطية نيجي على الأوزي الثانية اللي فكرتها حلوة وسريعة وبسيطة الفكرة من الوساط اليوم انه بتساعدك لمولادك روحوا من المدرسة مش عارف ايش بدك تطبخي ناخد مكونات من البيت ونستخدمها لحكينا الموسم البازيلة إذا جبنا البازيلة فرش لابد انه نتركها على النار حتى تستوى تمام تاخد وقت أطول من البازيلة اللي مفرزة حلو هلأ حطينا هون الجاج طبعا انا زي ما قمتلكم استخدامت فيها الجاج المفروم بتقدر استخداموا فيها اللحم المفرومي بتقدر متحطوش ولا اشي حلو حلو هل موجود دائما نقدر كمان اعمالها ستويت الجاج تماما حطيت عليه بصلي قبل الفاصل وحطيت عليه توب وحطيت عليه البازيلة والجزر وتقلبتهم مع بعض تقريبا سبعة دقائية تبا دقائية استوات عندي البازيلة والجزر ممتاز بدي اخد ملح عليهم عندي ملح من الكسيح وراح احط معاهم فلفل أسود فيها بهارات منيحة فيها بهارات منيحة عشان كمان فيها جعج وعندي كركم وعنا ارفة عم بحطه على الخلطة تقدر تحطوه على الرز تقدر تحطوه على الخلطة وعندي اكيد بهارات مشكلة ما بدي اكتل لانو رح اقيم كمية بسيطة بعدين برجع بحط نص احط الرز بدي احط بديل مرأ الجاج بهاي الوصفة لانو انا مستخدم جاج مش رح استخدم طبعا مرأ جاج رح استخدم اللي هي مي عادية مي عادية اوكي تمام هيك قلبتهم مع بعض بدي اخد اسمين من الوصفة ليه اسم بدي ازين فيه قسم بدي ازين فيه طريقة حلوة والقسم الثاني بدي اقلبه مع الرز اوكي عشان يضل عندنا مجموعة منها نحطها على الوجه الرياضة عشان نحط كمية منه مجموعة ليش انتي بتعدي على السكة انتي انتي وضعك بالعربي برياضيات بالانجليزي كله صيح اقولك بالمدرسة ما كانت احلى ايامي بصراحة واضح عشان نحط مجموعة من البازيلا والجزر والرز كمية كمية اظن ازبط ناخد كمية من اللي عملناه البازيلا والجزر والجاج نحطهم فوق الطبخة في الوصفة مليون بالمية اوكي فبدي ااخد نص الكمية انا الصراحة عشان زي ما قلت لكم بالضبط دينا بدي ازين فيها الوجه والنص الباقي بدي اكمله بقيت البهارات عشان الرز حالي الرز اللي انا مستخدميته بالوصفة زي ما انتم بتعرفوا اكيد رز تايجر البسمتي اللي صار متوفر بكل الاسواق اللي حبته حبة هندية كبيرة عريضة بتفلفل بطريقة كتير حلوة وعياره كل كوب من الرز بيحتاج كوب ونص من المي بدي اكمل بديل مرع الجاج واحط الرز وقلبهم اضيف عليه مي حلو تمام وبس هيك بتكون خلصت الاكلة مسألناها تستوي بس مليون بالمية حلو اذا احنا رح نطلع فاصل بنرجى نكمل الحلقة ما خليكم معنا موسيقى مرحب بكم عن جديد الجمالكم من بعد الفاصل حتى نكمل باقي وصفاتنا اللي ان شاء الله نلحقهم اليوم شو صاروا جاهزين شعوري شعوري زي كأني انا داخلي على عزيمة مرسون عزيمة او عزيمة ونش بلحقة ونضيف صاروا على الباب ولا اشي جاهز بس لا الامان عشان تعرفوا ان احنا الموضوع انا وزوي السريع هلا الوزي تاعة البرغل الصيامية صارت جاهزة ما اخذت معنا غير ربع ساعة بس في حلوك ترتها سهلة وسريعة وبسيطة بس رح نسكبها اوكي تمام وعلى طول بعدين رح نفوت بالحلوء وارجيكم البرغلات كيف طلعين كلهم والله يعني اعجد ان البرغل لحد المستعجل ما يعمل رز يعمل برغل برابا خلص صارت زائد انه هلا اللي انه حكينا صيامي البرغل بياخد نكهة الخضوات اكتر من الرز صح مزبوط طلعوا بالله شوفوا شوفوا البرغلات مهم حلوين امتك تكات طلعين بيجنينوا وظل المنظر روعة صراحة ها وارجع اذكركم على سيرة البرغلات انا مستخدميتهم انه تناجري كمان لهم دور في الموضوع يا جماعة انا مستخدم تناجر الجرانيت من سيناء الموجودين عند الشريط الدهبي وارجع اذكركم انه الشريط الدهبي طبعا رح يدللوكم باشياء برمضان بتجنل وعندي حلقة مميزة جدا معهم ان شاء الله لعيد الامت حيلو ان شاء الله فالتناجر الها دور انه الاكل ميلزة انه تحافظ على البخار بطريقة كتير حلوة وزي ما قلت لكم هذول التناجر بستخدمهم من سيناء هلا بالنسبة للبرغل هيك اموره تمام هلا بس من زيله وارجعكم بالنسبة للرز كمان الرز تقريبا جاهل صار لسا بسوائل لا لسا فيه سوائل لسا هلا حطيت عليه الماء انا بس طلعولي بس حبيت الرز شوفوا فيه اجمل من هيك الله ما فيه يا سلام عليكم هلا بنا نتركه انا النار عالية شرب الماء بالبداية بدي اخفف الحرارة واتركه على النار ما يقارب ربع ساعة لستاشر دقيق الرز بالعادل بس ما تي بياخد ستاشر سبعتاشر دقيق ممتاز انا بس احكي لك انه كتير فيه ناس رح يدعو لك على هاي صح لانها صيامية وهيك الناس اللي بكونوا اسمهوا البرغل بكونوا جوعانين وما في اشي ناكله يعني انتو دائم تاكلوا عداس عداس من ناكل برغل رز مع خضار مثلا بس هاي شكلها بشهي صراحة يعني هيك نوع من التغييل لانه متعديل اكتر رز اسمعي وبعدين احكي لك شغلة للناس اللي بصوموا من اخواننا المسيحيين كتير مهم تستخدموا بديل المرأ بالخضروار بالخضار صح لانه اللي بالخضار بيعطيكي نكهة كتير طيب الاكل لانه اصلا فيه كمان بهرات لذيذة وما فيه لاجاج ولا لحمة صح فانتي بتاخدي نكهة مميزة بتغنيكي عن اللحمة عن اللحمة او عن فاستخدموا فكرته كتير حلوة هلا بدي ااخد انا اللوز تمام بس ازينه باللوز والله هو ما بده يتزين بولئش اه عن جد منظره هيك لحاله بشاهي هيك عشان يكون متكتكة وحلوة طريقة مرتبة تمام هاي شفتي اذا كان عندك كمان عزيمة اعملي زيت طبختين على النار بنفس الوقت بنفس الوقت وبتكون اولك تمام طلعوا ما احلاها حلوة وبتجنن ومتكتكة كتير بتجنن وواضح انها كتير طيبة ولزيذة انا هيكي يعلي لا تقولوا لي مرتبة متكتكة متكتكة اه نجد بدها هيكي تدوئي قلبنا ناخد لقمة اللوز بهاي الثانية هلا القوز اللي بالروز رح نقدمها بطريقتين تتذكروا ان احنا امنا البازيلا والجزر نصهم والنص الثاني حطنا مع رز تايقر البسمك تمام انا شو عملت قالب الكيك حطيت فيه النص وضغطت عليه عشان ياخد منظر القالب حلو بس يجهز الرز ان شاء الله على خير وسلامة منحط هون البقية الثانية وبعدين منقلبها اوكي فبصير زي الكيكة منظرها حلو بس اسمعي لحظة انه اليوم علي معي هلا هلا بنملكم عن علي وعن عين واش بصير معي على الهواء بس خلينا نروح ناخد وصفتي الحلو اللي رح نعملها بطريقة كتير بسيطة وكتير سهلة وخصوصا انه احنا بلشنا بالشوب ياد لا حلو الكاستر بالكاراميل رح نحتاج لتر حليب سائل من انجوي روبع كوب سكر شعبان مغلفين كريم كراميل من نون ثلاث معالق كبيرة بباودر الكاستر من نون وعلبين اشطاء وبس كونت شاي اما لطبقة الكاراميل رح نحتاج كوب ماي مع الأصغيرة قهوة سريعة الذوبان مغلف كريم كراميل من نون موسيقى 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 تعاني من تنمر درجة أولى تنمر مش طبيعي شو باودر هيك طلعت معي لا إراديا شعب بتحط هي كريم مع وجهها بودرة بودرة اسمعي انا كنت معلمة انجليش فيعني اعذروني اعذروني بطلع معي كلمات لا إراديا والله من تكسس بتقولك مروة موسيقى انا من الاردن من الاردن من الاردنية وكراكية وعيش من الاردن بس يعني اعطيني ثلاث كلمات كراكية بسرعة اش اعطيني ثلاث كلمات كراكية انا؟ اه اه كراكية كراكية موسيقى يه اشو اشي مندار يه 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 عوى وليه صح لا وضحهم سيئا خلينا نركز معاكم أحصل بالطبخة لأن الوضع عنا سيئ جدا اه طيب هلا بنا نعمل حلاء سهل سريع بسيط ما رح ياخد معاك وخصوصا انه انا صار عندي هون ببهار ونر زي ما انتو تعودتو منتجات نون اللي بتسهل عليك الحياة وبتخلي وصفاتك بسيطة وسريعة انا دايما مع الستة العاملة ودايما مع الصبايا اللي بتتعقد من الحلويات المعقدة صح صح فنون بتسهل عليك الحياة نون موجودة في كل مطبخ هلا نون الكريم كراميل كل يعتنا بدون استثناء اكبرنا على النون طبعا طبعا كريم كراميل خصوصا وجله بس اليوم رح ادخله بوصفة بطريقة كتير حلوة رح نعمل حلاء الكسترد بالكراميل من غير كراميل من غير ما يكون فيه نسبة سكر كتير عالية طبعا رح استخدم اول اشي اه كمان مع الكسترد دايما كانوا زمان ناس يعملوا الكسترد من الحليب والبيض صح وتوقدي تحركيه ويزنخ اليوم برضو نون موجود هذا الكسترد احفظوا شكله سعره كتير ممتاز رخيص كتير حلوة والعلبة بتكفيكي لفترة كتير طويلة زائد انو انتي حطيه بالحلويات بدل انها شابعتي طعم لذيذ ولول حليب صح مظبوط تماما برضو بكون بودرة برضو بكون بودرة صح حلق انا الثاني بتغير تصير تكيشي تاني اول اشي بدي لتر من الحليب اوكي وهذا الحلة بساعة واحدة بتكليه ركزوا ان انا عم بحاول اسهل عليكم الحياة قد ما بقدر هاي الفترة رحوط عليه نص كوب من سكر شعبان اللي بربحك كل يوم ميت دولار ابتاخدي الكوبول موجود جوا كيس سكر شعبان اعطف حتهم على الفيسبوك لحتى تفوزي ان شاء الله بميت دولار انتي او زوجك او ابنك بغض النظر اللي حظوا حلو رح ااخد من الكسترد الكسترد هو يعني باتي نكها كتير طيبة بيفوت بكتير حلويات بيفوت بكتير كريمات بيفوت بكتير تزيين للحلويات ففكرته حلوة لازم يكون موجود بكل بي عفكرة حتى الحالة واحنا صغار دائمان كانت ماما تعملن اياه صح 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 برافو عليك بجنن عنا ثلاث معالق من الكسترد حطينا طبعا لتر من الحليب خلا ابدأ احكي لكم عن الحليب ونفسي نفسي اقلاق المقص اسمعوا كل حلقة بحكي نفس الكلمة لازم كل حلقة على القاضي مرجع ان شاء الله اتذكر اجيب معصو اجي لا 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 انا شريط الدهبي كنت انا وانشان قبل كم من يوم خلاص انك تتذكري المشكلة مش بشريط الدهبي المشكلة انك انت تتذكري والله اوه طيب رح ااخد مغلفين من الكريم كراميل طبعا الكريم كراميل او منتجات نون عامة موجودة بكل مكان دكانة سوبر ماركت بالهايبر ماركت موجودة من شمال المملكة لجنوبها موجودة بالمؤسسات العسكرية والاستهلكية وهذا اللي بحبوا فيها وسعرها بناسبنا كلنا حلو صح رح احط المغلفين رح حرق كل اشي على البارد اوكي مره اذا المرة جاي اجيت ملقتش مقاص انتي ملامع ايه بحكيلك انا موافقة انا موافقة طيب رح احركهم كل اياتهم على البارد وبعدين ارفحهم على النار لياخدوا اول غلوة رح اصير معي شوي كثيف لانه احنا حطينا كسترد كسترد حكينا نفس النشا بكثف فبخليه كثيف هلا انا مستخدمة كمان بسكوت الشاي اللي هو هذا عادي اللي احنا بنشتريه ايشو مكان اللي هو هات مستخدمة منهم باكيتين وعندي صينية البايركس اللي حجمها كبير يعني تخيلي ادي ولا اشي اللي حتكلفني او بتعمل صينية كبيرة ايه رح نعمل صيني انا بالضبط اشي عليه خير طيب الحليب اوكي اذا بتحكي فاصل انا مش طبعه فاصل عجب اتبت كيف هددته عطل ما يخليها هلا بالنسبة للحليب اتعودتوا علي انه انا بحب اسهل عليكم اوفر على وصفاتكم احاول اخليها مقتصدة قد ما بقدر حليب انجوي الباودر المدعم بفيتامين دال ويتحليهم بكوب من المي الدافئ تمام بيدوب يعطيكي حليب سائل فعلا اليوم استخدمة لتر ما اخدي 12 معلقة من الحليب على اربع اكواب من المي صار عندي الحليب السائل فالناس بتعتقد انه والله امتياز مثلا كاتبة بالوصفة او اي حدا بالوصفة حليب سائل انا ما عندي حليب سائل هو حليب انجوي نفسه حولي لحليب سائل وستخليه باي وصفة بالذكية خلص احنا اخد الصينية لانه الوصفة هالأدة سهلة هالأدة سريعة مجرد ما ياخدوا هدول عندي اول غلوة رح احط اول طبقة مو اشطة مو كسترد ولا اشي رح نحط بسكوت الشاي انصفته بالبايركس البايركس تقولنا الحجم الكبير فهي اقتصادية الوصفة جدا وطريقة تحضيرها سهلة جدا واحنا اصلا بالرمضان وبالصيف منحتاج ناكل اشياء دافية صح اشي بارد اصدق بارد وسريع ما بياخد وقت كمان وكمان تخيلي كمان تكوني برمضان بعد الفطور واحد بكون تعبان متكاسر يعمل اشي حلو اذا ما لحقت تتحضر اشي حلو من الصبح بتعمليه على السريع وتتحلو عليه بعد الفطور كمان من يوم بالمية انا لسه ما غلط اول غلوة مجرد ما يغلي اول غلوة عندي علبتين من اشطة غيمر اشطة غيمر اللي مربع اللي صغيري لاي نوع انتو بتحبوه بس تكون علب الاشطة غيمر اذا عندي الاشطة العادية لعلب الحديد بستخدم وحده اذا غيمر الصغار بستخدم تنتم بس لازم يغلي عندي اول غلوة اللي احسه صار كثيف لانه هاي الاشطة هي اللي رح تخليه لما تكليه كأنه هيك طبقة سلسة وانتي بتكليه زي الكريمة صح ايو برافو عليك زي باودر نحكي نحكي عن الموضوع خلينا اسمعي كانت دانا مبارح زملتنا من جهة تحيي عم تسألنا شغلة حلوة بس ما حكينا فيها مطورا بتحب تصاحب الناس اللي بتشبهك ولا اللي عكسك شوفي انا بحب يعني اكيد اللي بيشبهني بنده مجمعه اكتر بس بحب حدا يكون عكسي كمان بحس انه مثلا فيه نقاط ضعف عندي ممكن يعوضها هذا الشخص التاني خصوصا اذا حدا كان يعني جدا قريب منك يعني بدك صديقي قريب منك يكون عنده نقاط القوة اللي هي عندك مثلا نقاط ضعف بس سؤال هو الصديقي القريب كيف دي يكون قريب اذا ما بشبهك لا عادي بتقدري تكون اقرابع فكرة اه لو انت عادة مثلا وبتصيروا مع الوقت تشبهوا بعض اكتر باشياء معينة بس انسي انا رح يصير كتير مشاكل بس عادي بتمشي العلاقة شفتي شفتي طيب اسمعوا احنا نطلع فاصل بس هلأ بلشتغلي معاي بعد ما تاخد غلويتين ثلاثة ويصير قوامها كثيف رح حط عليها الاشطاء بس بدي اياكم تشوفوا رزات تايجر البسمتي اللي بدأ انصحكم كل ياتكم انكم تستخدموا شوفوا لي كيف يمفلفل وضروري جدا انا في شغلة نصيرها دائم بنسى احكي لكم اياها الرز ما بتحرك في ناس بتحط الرز وكل شو بتخاف ينحرق القاعة تبعوا فبضلها تقلبوا تحركوا هذا بيكسر حبات الرز الرز اذا استخدمت طنجرة كويسة امورها تمام وحطيت لعيار الصح مش مفروض انك تحركي بس طلعوا تشوفوا قدم فلفل كور حبي بحبي تماح لها هلا انا رح اسكبوا بطريقتين انا رح ااخد كمية صح رح احط هاي الكمية خلال الفاصل اوكي عشان نقلبها بعد الفاصل والبقية بنقدمها بصحن لحاله اوكي طبعا اذا هلا صار وقت نطلع اخر فاصل ونرجع نكمل حلتنا اللوceks shapes اللي إنوء ما بيقدر اللي ينوء hijos يناقى اللي تجا لهогاء بتهيلك عشان ما يوقع اللو baskاء من قالك انه ممكن يوقع هايه اما متماسك ما شاء الله عنه لا خلي على جنب هذا قلب الأب أصدق قلب الأم بحكي لي انتياز أنقذيني بكفي أو لا؟ لا بكفي خلص أمورك تمام هكذا بحرقلك يوم هلا أنفضح على هوا شوفوا الرزات انتم أحلاهم طلعين نحن رزاتنا أكيد زي ما حكيت لهم الرز تاقر والله بستاهل أحكي عنه شعر هذا الرز قدمه بجنة لست كنت بحكي لمروة حرقة اللوزات لوستان ثلاثة مرؤوها مش معقول بتأسفين هيك عينك عينها مرؤوها طيب شوفوا القوز اللي عملناها بالجاج السريع اللي ما بتاخد معاكم عشرين دقيقة فكيتها سهلة وسريعة و تقدروا تقدموها بشكلين نحن قدمناها بشكل القلب لمرتب لمتاكتك إذا كنت هيك صبية و تدني لزوجك و قدمنا لكم إياها بالشكل العادي التقليدي اللي هي هيك على السدر وهي القوز بالبرغة لشوفي ما أحلاها و آخر شي نحن عم نعمل الحلقة قبل ما نروح على سلطة بالبازيلة سريعة هلا حطينا قبل ما نطلع الفاصل لتر من الحليب ضفنا عليه نص كوب من السكر ضفنا عليه باكتين من كريم كرامل من نون و ضفنا عليه ثلاث معالق من كسترد نون حلو حطينا حطينا عشان تعرفوا أنه أنا ممركزة وأنتم ممركزين معاي احنا ممركزين هلا عطيتهم غلوة صار عندي القوام كثيف آه ما حطينا للشطة احرمنا شي هاتسيزة المهلبية احرمنا إياها حلة قلنا حطيت علبتين اشطة جيمر بعد ما رفعتها على النار منحركهم كتير منيح وحطينا طبقة بسكوت الشاي حلو هي الطبقة الأولى لأنه في طبقة أخيرة بدي أشغلك عليها يلا أنا بستغل جاهزة هلا بدي أشغلك عليها على السريع نجيب طنجرة أوك وهي طبقة الكرامل من غير ما يكون عنا كرامل ياااا عرفت كيف حلو دور جيهم كيف رح نعملها بطريقة كتير سهلة أول إشي بحط كوب من المي بطنجرة حلو نضيف عليها معلقة من القهوة سريعة الدوابان حلو تمام عشان تعطينا لون حلو للكرامل وكيف رح نعمل كرامل ملا كرامل رح أخذ برضو بكات كريم كرامل نون وأحطه فوق المي فوق المي مي وقهوة سريعة الدوابان وكريم كرامل مليون بالمية حلو بحطهم كلهم فوق بعض حلو بحركهم مفروض على البارد شوي تمام طبعا ما أدي وقت على النار لا لا بس يأخذوا غلوة بس يأخذوا غلوة وعندي كمان تعرفوا هذا الكرامل أو السكر المحروق اللي بيجي معاني كرامل صح هذا اللي بيعطي اللون والنكهة كله يعطها فا يا رب أنا والمقاصة هدوني مقاصة هدوني إليك هذي يا مقاصة هدوني بس على عيد ميلادك أوف مطبلة وينك وين طيب بدي أحطه يا علي حلوة قصة الأسنان كلياتها بالمطبخة بالبت اه طيب هاي هي الطبقة الثانية رح نحطها على الوجه لي أنا بديها تكون جاهزة عشان على السريعة ورجيكم كيف تلوصي رح تكون فإيضا حطينا كوب من المي المغلية عليها مغلف السكر المحروق اللي موجود جوه الكريم كرامل وعليها مغلف الكريم كرامل من نون ومع الأصغير من الأهوة السريعة تقدوها بعن حلو مجرد ما ياخد أول غلوة ترفعيه على النار وهون الحلوة صار جاهز حطينا البسكوت منحطه طبقة فوق البسكوت بس من أفضل شغل دينا بس لقيت الموضوع بس لقيت الموضوع بس لقيت الموضوع طلعتها الموضوع خلاص أنا هو بسكوب وأنا حطيت شوي سخون أوك أوك بنا نحط طبقة من الكاسترد مع الكريم كرامل اللي عملناها حلو طبقة من البسكوت طبقة من الكاسترد وكمان طبقة من البسكوت بالآخر من حط الطبقة الكرامل اللي عملناها ملا كرامل اسمعي الروائح ريحة الكرامل مش طبيعية لحته الكرامل وأنا عم بعمل هذا الحكي أي البداعي أي قاع طنجرة هذا مش قاع هذا مليان أوه والله هذا مفلل كل هذا قاع طنجرة كتير يعني طنجرة ولا طنجرة أنا بحكي طنجرة أنت شب تحكيه طنجرة 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 أه علي الوحيد أنت أطلق طيب علي وأنا عم بعمل الطبقة الثاني من الكاسترد اللي أنت مفكره قاع الطنجرة خلينا نروح على وصفتنا الأخيرة اللي هي صلطة ما رح تاخد معنا خمس دعائي ياد لصلطة البازيلا بالزبادي رح نحتاج حبتين بطاطا مسلوقة جزر وبازيلا مسلوقة أقل بالزبادي أربع معالق كبيرة مايونيز معلقتين كبار شردل ربع كوب عصير ليمون معلقتين كبار زل زيتون ملاح وفف الأسود من الكسيح هين هيك تقريباً خلصنا هذا الهد دينا خائل المسموقة من كل شيء لأ صراحة كثير تنمر علي فأنا شوي نفسيتي تعباني تعباني لا يا دينا ولو أنت أساسها البرنامج حبيبتي من بعدك والله لما الوحد يبلش نفاق 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 لا والله أنت أساسها أنت الكل بالكل نزرقوا كل النفاق سارة ونص أنا خلصت والله يا علي بس بدي أورجيه هوم كيف عملت الطبقة الأخيرة فقط السلطة ما رح تاخد معاي ثواني لتكون جاهزة حلو هلا هيك أنا خلصتها طبقة الأخيرة بدي أحط عشان يطلع عندي منظر حلو مع السكر اللي احنا عملناه أو الكنمر اللي احنا عملناه من نحط وشغلها لدينا اعمل السلطة يا دينا أكيدة شو بدك أعمل تعالي طب اه إذا بدك بلش بالسلطة وأنا بكمل هذا أيوة برافو عليك بدك هلا هون بتحكي دي شو أعمل لازم تتركوه لازم عشان هاي واحدة كمان أخيرة مناخد كمان والله خلص خلصت خلصت رح أخلي هون شو أعمل أنا مش عارفة أطموخ اسمعي خديم بس لازم بالبيت تتركوها تبرد شوي بعدين تعملوا الطبقة الأخيرة عشان ما يدخروا جوا بعض يعني إحنا نعملوا في الوقت الحالي هلا ارح شوي نخلطوا بالبعض بس أوزعهم بشكل عشوائي أه أوزعيهم بصيروا زي طبقة يا رب تكوني فيمتي علي هلا أنا فهمت بس ما بحضر الحيزبط أيوة أيوة شو أيوة ضربة شايفين يدي كفترش؟ لا لا أمورك صليمة لا لا هلا أمورنا طبعاً لا بس مش قادر اوصف في ريحة الكرامل علي ما تخوفني ما توترني شايفني متوتر لا تردي لا تردي اموركي مني حردي علي طيب شايفين كيف بس انا عنا هون الحرارة اصلا كتير باردة فما بياخد معنا وقت بس انتم بالبيت ارجوكم اتركوا طبقة الكسترد شوي تبرد لحتى ما ينزلوا جوه بعض صح اضلهم طبقاتي بطريقة كتير حلوة بس طريقة تحضيرها كتير سهلة كتير بسيطة طيب نجي على السلطة عشان علي قالي لازم اطلع خلاص ما ضل معي وقت رح احط بزيلة وجزار وحط معاهم بطاطا مسلوقة تمام اوكي السوس عبارة عن علبة من الزبادي عنا مينيز وعنا خردل شوفوا الموضوع عدي سهل هاي الى وصفة السلطة اذا حطينا بزيلة وجزار مسلوئين وبطاطا كمان مسلوقة حطيت عليهم علبة زبادي وعنا خردل وعنا مينيز وعنا عصير ليمون ملح من الكسيح اكيد يارب اليوم ما اكون نسيت حدا ورح احط عليهم زيت زيتون في اسهل من هيك السلطة ادميها لصفرتك ابدا والله يشوفوا يأخذها في خمس دقائق السلطة معا في عن جد لان كتير طيبة ولزيزة وكمان مختلفة عن السلطات العادي اذا حبين نتغيروا صح وسريعة وسهلة مليون بالمئة طلعوا بس نقلبهم مع بعض البازيلة والجزار مسلوئين ثلاثة رباع السوا لانه بالسلطات ما لازم يكونوا مسلوئين المستويين المهريين من السوا وبطاطا معاهم كمان مسلوقة حطيت عصير ليمون وحطيت زيت زيتون وحطيت خردل ولبن ومينز هيك بتكون كمان صلبتي صارت جاهزة حلو تمام والله سريعة سريعة ما بدها ما اخذت وقت ابدا ما تقولولي انا اليوم اه والله لأ ابو انا كمان ابدعت ادخلوني على الهواء الا عشرة وتطلعوني الا عشرة وانا ما ابدعت هون طلعوا طلعوا كيف طلعوا ما احلاها هذا وهي يعني لسه بسخنة وما تركناها براحتها وظبطت معي امورها اه لا بتجنن وهي سخنة زي ما انت حكيتي بس الفرق انكم تعملوها وهي باردة انا بضلها طبقة على الوجه بتجنن ما بتفوت جوه الكستان صح عرفتي كيف طيب بدي اقدم السلاطة وانا عم بحكي لهم شو حضرنا اليوم وصفات اعملنا اللي هي الاوزي السيامية بالبرغل بدون لحمة او بدون جاج وعملنا كمان الاوزي السريعة بالجاج اعملنا اللي انا عم بعملها هلا صلطة البلدلة والجزار كمان صلطة بسيطة وسريعة واخر اشي عملنا حلل كستر بالكرامل بدون كرامل وبرضو هذا الحلل ساعة واحدة بالتلاجة بكون جاهزة حتى تاكلي يعني ما بحتاج حتى وقت كتير طويل بالتحضير لا ما بحتاج هلو كتير يعني ابدعت صراحة يا شف لحقنا قرقرنا شوي وعملنا كتير وصفات وبوقت كمان اصير فضعنا اليوم السبت راح نعودك السبت اه اكيد راح نحكي مطولا ان شاء الله بيكون معانا وقت اكتر بدي اعطي حكي ليك اعطي كالف عاقية بتاعتي وشكرا كمان لكل حضرونا وتابعونا احنا بتأسفلنا وتأخرنا عليكم بس بالاخر النتيجة كانت بتجنن فبتمنالكم بقية نهار سعيدة وان شاء الله بكرا حنلقاكم بحلقة جديدة من بهار ونار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة